إذن داخل أرويقة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي جرى النقاش مؤخرا حول مشروع القانون التنظمي للجهات وسط إدراج وزارة الداخلية لتعديلات جديدة تخص إمكانية قيام الولاة بمهم رؤساء الجهات في حالة عدم قدرتهم على القيام بمهمهم ولمتابعة النقاش الذي عرفه مشروع القانون بمجلس المستشارين والرهانات المعلقة عليه ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد العمراني بو خبزة تفضل أستاذي لي مساء الخير سعاد نور بداية كيف تابعت النقاش الدائر الآن داخل أرويقة الغرفة الثانية للبرلمان بخصوص القانون التنظيمية المرتبط بالجهة لا ربما أن النقاش داخل مجلس المستشارين لم يكن بنفس حدث نقاش الذي كان داخل مجلس نور بالنظر إلى كون أن المدى التي قضاها المشروع في مجلس النور كانت طويلة وطويلة جدا وأنها عرفت نقاش ما بين مختلف الفرقاء فبتالي كان من المفروض أن لا تعرف نفس الحدة ولكن مع ذلك كان المفاجأة وأن وزارة الداخلية تقدمت بتعديلات ونحن كنا نوقع بأن مجلس المستشارين عليه أن يتدخل ويدلي بدلوه لأنه لن يكون مجلسا للتشجيل فقط تشجيل المشاريع الواردة عليه من قبل مجلس النور بل هو كذلك هيئة لها نفس صلاحيات مجلس النور فبالتالي أن النقاش ربما أنه بالنظر إلى طبيعة مجلس المستشارين وتكوينه الذي فيه تمثيلية لمجالس الجماعات الترابية فمن دون شك أن لهم رؤية خاصة بأن هذه النخبة هي النخبة التي تسير المجالس المنتخبة على المستوى المحلي أنها تتوفر على رؤية خاصة بهذا المشروع لأنه ليس مشروعا بسيطا أقولها دائما أكرروا هذا مشروع يرهن مستقبل المغرب وكذلك أن هذا النقاش لن يقف عند مجلس المستشاري بمعنى ليست هي المحطة الأخيرة ستليها نقاشات أخرى وخاصة عندما سيعرض على المجلس الدستوري لأنه يتعلق الأمر بقانون تنظيمي والقوانين التنظيمية تعرض وجوبا على نظر المجلس الدستوري لكي ينظر في مدى مطابقتها للدستور طيب لماذا في نظرك قامت وزارة الداخلية بإدراج مجموعة من التعديلات أو تعديل الجديد على مشروع القانون يخص إمكانية قيام الوالي بمهام رئيس الجهة هذا الأمر الذي أثار نوعا ما النقاش والمتعلق بسلطة الحلول مسميها سلطة الحلول أن يحل الوالي كسلطة معينة محل رئيس مجلس الجهة باعتبار إلى سلطة منتخبة هذه المسألية معتادة بالنسبة للنموذج المغربي على مستوى التنظيم اللامركاتي بحيث أنه بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في المتاق الجماعي أو بالنسبة للعمالات الأقاليم ونفس الأمر عندما يتعذر على رئيس المجلس القيام بمهامه الاعتبارات المتعددة عددها المشروع يمكن للوالي أن يحل محلها هنا الأمر ومرتبط بضمان مبدأ الاستمرارية بمعنى أن الأصل بالنسبة لجميع المؤسسات هي أن تخضع لهذا المبدأ مبدأ الاستمرارية ولكن الذي يلاحظ هو أن الحالات التي يمكن للوالي أن يحل فيها محل رئيس الجهية التي فيها نوعا ما بعد الخلاف وبعض النقاش لأن المصطلحات المعتمدة من قبيل مثلا أن يرفض رئيس المجلس أن يمتنع رئيس المجلس أو أن لا يقوم رئيس المجلس بالمهام بالشكل المطلوب فكل هذه الكلمات هي فيها نوعا ما بعض العمومية ويمكن تأويلها ولكن لربما أن هناك النقطة التي ربما أنها قد تقوم بنوع من التوازن وأن الأمر يتعلق في آخر المطاف بقرارات صدرة عن المحاكم الإدارية لأن قبل أن يتم إعمال سلطة الحلول فإن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى المحكمة الإدارية التي في إطار الأحكام الاستعجالية وقضاء الاستعجالي يمكنها أن تلجأ أو تنظر في ذلك في ضرف مستعجل لتنظر في مدى إمكانية حلول الوالي محل رئيس المجلس نريد أن نفهم أكثر لماذا ناقشت الغرفة الثانية لبرلمان هذا القانون بسرعة كبيرة حيث لم يتعدى الأمر عشرين يوما وفي الأصل لربما الأمر مفهوم لأن أولا هناك ضغط لجدول الانتخابية المقبلة لأن المغرب مقبل على رهنات انتخابية كبرى فبالتالي لا يمكن أن ننتظر لمدة أطول وخاصة أن مجلس النواب قد استغرق نقاش فيه حول هذا المشروع مدة طويلة جدا وبالتالي أن إذا كان هناك نقاش أو أعيد فتح النقاش حول نفس القضايا ربما لن يكون هناك قيمة مضافة فبالتالي أن ربما أن المجلس النواب استغرق ما يكفي من الوقت ونحن نعلم أن تمتيلية الأحزاب هي موجودة في كلا المجلسين لذلك ليس من الضروري أن يعاد فتح النقاش حول نفس المقتضايات كذلك أن من الضروري أن يترك مجلس النواب بعض المقتضايات الخلافية في المشروع لمجلس المستشارين بمعنى أنه لم يحسم في كل القضايا الخلافية وترك جزء منها لمجلس المستشارين لذلك فعدد هذه القضايا لم يكن كبيرا لكي استغرق مدة أطول كذلك أن عامل الوقت هنا هو عامل سياسي بشكل كبير لأن نحن نعلم أن هناك نقاش حول إمكانية تأجيل الانتخابات بداعوة أن النصوص القانونية اللازمة لإجراءة الانتخابات لم يتم إصدارها بعد فبتالي كل مماطلة من هذا الطرف أو ذلك قد تحسب عليه سياسيا أي أنه هو الذي كان سببا في تأخر إجراء الانتخابات وهذا الأمر لا أظن أن أحد الأطراف سواء المعارضة أو أغلبية يمكن أن تتحمل وزر تأجيل الانتخابات طالما أنها تجلس أكثر من مرة وفي آخر المطرف سمى الإعلان عن جدولة الكل ينتظرها رغم القيل والقال الذي صحب ذلك ما تكون هذه التوضيحات التي تقدمت بها والتي تكتمل الصورة ما هي بنظرك الرهانات المعقودة على هذا القانون بعد دخوله أو خروجه حيز التطبيق؟ هذا القانون لو لم يكن أنه أساسي وجوهري لما استغرق كل هذه المدة لأننا نتحدث عن 3 يناير 2010 إلى الآن إذا لم يكن مهما لما تم اعتماد قانون تنظيمي لأن القانون تنظيمي وفي درجة موالية للدستور لو لم يكن مهم بهذه الدرجة لما كانت هناك لجنة ملكية استشارية بمعنى أن هناك الكثير من المؤشرات تبرز لنا أهمية هذا النص بمعنى أنه ليس نص عادي كباقي النصوص الأخرى فهو نص فيه جوانب سياسية كبيرة جدا والدليل على ذلك هو أن النقاشات المفتوحة ما بين مختلف الفرق والنخب حوله كبير وكبير جدا وهناك تقاطبات حول هذا النص كذلك أن الرهانات الاقتصادية كذلك حوله هي رهانات كبرى فالحديث عن الجهات كمحاضن للتنمية الاقتصادية والتنافس ما بين المجالات الترابية الجهوية ربما أنه خير دليل على كون أن رهان المغرب حول الجهوية هو رهان كبير بل أكثر من ذلك أنا شخصيا أعتبر أن إرجاء حل الكثير من القضايا هو مرتبط بإعمال القانون التنظيمي للجهة بمعنى أن مثلا عندما نتحدث عن إصلاح التعليم على سبيل المثال فالكثير من الأمور المرتبطة بإصلاح التعليم هي مرتبطة بالتنظيم الجهوي التوظيفة والموارد البشرية التنافس ما بين المجالات الترابية هي كلها مرتبطة بالجهوية لذلك لا أقول فقط أن المغرب رهن مستقبله فقط بالجهوية بل أقول أن الكثير من المعضلات المغرب حلها ومرتبط باعتماد جهوية في مستوى تطلعات المغرب لأنه ليس كما قلت أن هذا النص هو ليس كباقي النصوص بل له خصوصيته وقيمته أستاذ محمد عمراني بو خبزة المحالي للسياسي كنت ضيفا اليوم أشكرك جزيلة شكر بهذا نصل للمشاهدين لختم مجالاتنا النسائية أشكر لكم كرم المتابعة نلتقي مجددا عند نشرة منتصف الليلة نلتقي مجددا عند نشرة منتصف الليلة